بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني قسم الإلكترونيات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الاتصالات إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس جديد اسمه المسويات عايزين نعرف يعني إيه مسويات وإيه هي أنواع المسويات ووظيفة المسوي وليه إحنا بنستخدمه في عمليات الاتصال بداية يعني إيه مسويات طبعا إحنا عارفين إن خطوط التراسل أو الخطوط اللي بيتم عن طريقها انتقال الإشارة زي ما قلنا قبل كده هي خطوط غير مثالية يعني ممكن الإشارة أثناء الانتقال بيحصل فيها عمليات تشويه أو عمليات إضعاف تخليني ماقدرش أستقبل الإشارة دي فعشان كده إحنا هنبتدي درسنا النهاردة عن المسويات أولا يعني إيه مسوي؟ المسوي بيستخدم في التغلب على التشويه الحادث في خطوط التراسل والناتج عن عدم جودة الخطوط أو كابلات التراسل دي يبقى أنا عندي بيستخدم المسوي علشان يتغلب على التشويه في خطوط التراسل السلكة عندي ممكن يعملي مشكلة في نقل الإشارة فالإشارة دي يحصل فيها عملية تشويه أو إضعاف فأنا لازم أعالج المشاكل دي هعالجها إزاي أولاد؟ هعالجها عن طريق المسوي أنا عندي يعني إيه مسوي؟ المسوي ده عبارة عن دايرة إلكترونية يبقى المسويات هي دوائر إلكترونية المسوي بيعمل إيه؟ هيولد اختلاف معاكس لقيمة التشويه يعني لو أنا عندي التشويه بقيمة معينة مثلا في النص الموجب المسوي هيعمل نفس هينتج أو يولد نفس القيمة دي بس في الاتجاه المعاكس في الاتجاه المعاكس يعني بقيمة عكسية بالسالب مثلا فهيحصل إيه؟ هيحصل إن الموجب مع السالب دوت هيروحوا مع بعض الاتنين هيتلاشوا يبقى أنا كده عملت إيه؟ عملت ادمحلال للتشويه يبقى أنا شلت أو لغيت التشويه تمام؟ يبقى أنا عندي المسوي هو إيه؟ هو دائرة إلكترونية تعمل على توليد إشارة معاكسة لقيمة إيه؟ التشويه لقيمة التشويه على أساس إنه هو يقوم بمعادلة الخطأ طيب هو هيعدل الخطأ إزاي تفقنا وقلنا يا إما بالإضافة أو بالطرح بالإضافة أو الطرح إزاي؟ عند الإشارة موجبة اللي هي فيها تشويه هيولد إشارة زيها بنفس القيمة بس في الاتجاه الإيه؟ المعاكس الاتجاه المعاكس طيب أنا عندي الإشارة دي هيكون عند نقط معينة اللي هي عن طريق أخذ العينات يبقى أنا هاخد عينة اللي أنا عايزة ألغي من عليها التشويه دي هي دي العينة اللي هناخدها والمسوه هيولد حاجة معاكسة لها علشان يلغي عملية التشويه يبقى ده إزاي بعادل الخطأ في الإشارة؟ بعد كده أنا عندي نهوة تقادل إشارة زي ما هي ظهرة قدامكم عندي إشارة الأصلية أهي تمام؟ الإشارة عندي الأصلية وفيها نسبة تشويه أنا هبدأ أعادل الخطأ هعادل الخطأ زي مثلا وليكن الجزء ده طبعا عند نقطة معينة وليكن 2T تمام؟ النقطة دي أنا عايزة أولد عن طريق المسوي قيمة معادلة لها بس معاكسة لها في الايه؟ في الاتجاه شايفيني 2T دي بالموجب؟ هنا هوت علشان أعمل معالجة الخطأ زيها بالزبط 2T في الإشارة اللي تحت بس تكون بإشارة معاكسة اللي هي إشارة سالبة يبقى دي معادلة الخطأ في الإشارة المستقبلة عندي نهوة لما فصلنا الجزء اللي هو بتاع 2T الواحده في المنحنة ده ها عندي نقطة B ونقطة A لو أنا عندي نقطة B هي الإشارة المشوهة المسوي ولد بدلها ولد معاها نقطة A أو المنحنة A كده ال-A مع ال-B هيتحسفه أو هيلاشه بعض يبقى عندي هيبقى الإشارة اللي هي نقطة السي الخط المستقيم ده يعبر عن الإشارة اللي هي بدون تشويل اللي هيتم إرسالها في خطوط التراسل بحيث أن هي تكون وصلة لعملية الاستقبال إشارة نقية إشارة إيه يا أولاد إشارة نقية طيب أول ما بيحصل إدمحلال طالما حصل إدمحلال معناه نقص في مستوى الإشارة هيحصل نقص في مستوى لإيه الإشارة طيب الإشارة دي المسوي يعمل إيه المسوي لازم لما الإشارة يحصل لها إدمحلال يقوم بعملية تكبير للإشارة يبقى حصل لها نقص أنا مش هقدر استقبلها لازم المسوي يعالج ويقوم بعملية إيه تكبير التكبير يعادل الإدمحلال التكبير هيعادل الإدمحلال زي ما شفنا في المنحنة بعد كده عندنا أنه هو التوصيل المسوي هو المسوي ده مكانه فين في الدايرة عندنا إحنا بنقول أنا عندي الإرسال بعد كده الخط بتاع اللي هيمر في الإشارة أو السلك اللي هيمر في الإشارة بعد كده مرحلة الاستقبال ما بين الاستقبال ونهاية خط التراصل هي المنطقة دي اللي بيتم إيه اللي بيتم سو يبقى لما يجي يقولي أين يوصل فيه نهاية خط التراصل طب ما خط التراصل دي ودي نهاية لخط التراصل لأ نهاية خط التراصل من جهة الاستقبال من جهة إيه أولاد من جهة الاستقبال يبقى أنا عندي هنا الإرسال وبعدين بس لك التوصيل وبعدين المسوي وبعدين مرحلة الاستقبال من حالة الاستقبال بعد كده توصيل المسوي طبعا المسوي مش هيشوف المنحنة بتاعنا اللي هو الاستجابة اللي فها مشاكل احنا خلاص هو علاجها لازم علشان توصل لمرحلة الاستقبال الاستقبال يشوفها بعد عملية المعالجة يبقى الاستقبال هيشوف الاشارة بعد المسوي خلاص تم معالجتها علشان الاشارة اللي توصلني سواء كانت اشارة صوت او اشارة صورة او بيقيا كانت البيانات اللي احنا قمنا بارسلة هتتشاف بدون تشويه او بدون شوشرة يبقى لما يجي يقول لي انا عندي توصيل المسوي فين هنا هو عندي ادي خط الارسال او جهاز الارسال بعد كده خط التراصل او اسلاك التوصيل اللي هتمر خلال هالاشارة تتنقل منه الى المسوي ادي هنا هو المسوي اللي هيقوم بايه هيقوم بتوليد توليد ايه اولاد هيولد قيمة معاكسة لقيمة التشويه بعد كده تتنقل على جهاز الاستقبال يبقى انا عندي جهاز الاستقبال ده بياخد الاشارة هياخدها اشارة نقية ما فيهاش اي تشويه ما فيهاش ايه اي تشويه بعد ده توصيل المسويات على الخط التراصل طيب ايه هي انواع المسويات انا عندي انواع المسويات نوعين اول نوع عندنا المسوي اللي هو مسوي ثابت الاعداد ومسوي عندي اول حاجة اللي هو ثابت الاعداد هيمتاز بايه او المسوي دوت بيعمل ايه المعاملات بتاعة المسوي دي بتكون ثابتة ما بتتغيرش يبقى المسوي معاملاته اللي هو مسوي السابت معاملاته سابتة الاعداد معاملاته ما لها سابتة الاعداد غير المسوي المتكيف تاني نوع المسويات المتكيفة بتعمل ايه المسويات المتكيفة بتقوم بتغيير قيمة المعاملات طب بتغيرها ليه بتغيرها بتعمل لها عملية موأمة او تكيف يبقى انا عندي المسويات عندي نوعين مسوي سابت ومسوي متكيف المسوي السابت المسوي السابت هو مسوي سابت المعامل يعني مش هيتغير قيمته سابت أما المسوي المتكيف قمته بتكون بتتكيف أو بتتهيأ على حسب القياس المطلوب لقناة التراصل طبعاً هتتغير قمته على حسب الاحتياج يبقى احنا هنا قلنا دلوقتي قلنا يعني ايه مسوي المسوي هو ايه هو دائرة الكترونية تقوم بتوليد قيمة معاكسة لقيمة التشوي يبقى المسوي دائرة الكترونية هتولد قيمة معاكسة لقيمة التشوي بعد كده قلنا موجود فين المسوي في نهاية خط التراصل في نهاية خط التراصل جهة الاستقبال ما نقولش يا أولاد في نهاية خط التراصل ونسكت طب ما أنا ممكن أقول إن الاتجاه اللي عند الإرسال ده نهائل يبقى في نهاية خط التراصل من جهة الاستقبال بعد كده قلنا أنواع المسويات نوعين مسويات سابطة ومسويات متكيف مسويات سابطة ومسويات ايه متكيف بعد كده المعدلات أو المشكلات يعني ايه معدل بنقول إن احنا عندنا إننا نتيجة لعمليات التطور اللي احنا بنشوفها في الاتصالات زي ما احنا قلنا في الحلقات اللي قبل كده إن نظام الاتصالات كان نظام بدائي في الأول وابتدى بإيه؟ ابتدى بالتلغراف بعد كده نتيجة التطور اللي حصل وصلنا في مراحل الاتصالات لغاية الحاسب والإنترنت أكمر صناعية وبعد كده حاسبات وبعد كده الإنترنت طب نتيجة التطور اللي حصل في الاتصالات دوت وإن أنا عندي في خطوط اتصالات كتير والمستخدمين لحالات الاتصال كتير جدا إيه اللي هيحصل؟ أنا محتاجة إن أنا عندي أخطاء أكون خط التراصل الواحد ده يكون عليه أكتر من مستخدم يبقى أنا عندي نتيجة التطوير خط التراصل وخط الواحد ده هيكون فيه إيه؟ هيكون موجود عندي أكتر من مستخدم طيب إزاي أكتر من مستخدم يستخدموا خط تراصل واحد؟ طب ما أنا عندي المستخدمين دول كلهم الإشارات اللي هتمتج منهم لما هترسل على خط التراصل هنعرف نفسرها إزاي؟ كل هيدخل في بعضه؟ كل الإشارات اللي جاية هتدخل في بعضها؟ ولا هيحصل إيه؟ ده اللي إحنا هنشوفه معنا عن طريق الجزئية اللي جاي عندنا بنقول إن أنا تردد الإشارة السمعية أو تردد إشارة الصوت بالنسبة للمحادثات التليفونية يبقى ترددي وأنا بتكلم في التليفون سابت من 300 إلى 3400 هيرتز من 300 إلى 3400 وإيه؟ وربعمية طيب علشان بقى أنقل أكتر من محادثة على خط واحد أنا هعمل إيه؟ هعمل أول حاجة لازم أعمل حاجة اسمها إزاحة للنطاق الترددي لازم أعمل حاجة أولاد إسمها إيه؟ إزاحة النطاق الترددي للإشارات أنا عندي في كذا إشارة الإشارات دي هتتداخل لا أنا هعمل إزاحة لكل إيه؟ لكل النطاق عندي هعمل له إزاحة شوية على أساس إن ما يحصلش عملية الإيه؟ التداخل بس هتكون متتالية وراء بعضها كل جزء هياخد مكان معين أو نطاق ترددي معين طيب أولا بنقول إيه هي بقى طرق إرسال الإشارات عندي طرق إرسال الإشارات نوعين تعدد الإرسال بتقسيم التردد وتعدد الإرسال بتقسيم زمني وفيه نوع ثالث بس هو مش عليكم اللي هو تعدد الإرسال بالأكواد إحنا بس هندرس النوعين اللي هو تعدد الإرسال بتقسيم التردد وتعدد الإرسال بتقسيم الزمني أولا إزاي هعمل تقسيم التردد أنا عندي زي ما إحنا شايفين هنا هو دي مكالمات أو نطاقات لمكالمات أو محادثات تمام؟ ده كده نطاق لمحادثة ده نطاق تاني ده نطاق تالت وهكذا النطاقات دي كلها هتكون متجورة هتكون إيه؟ متجورة على مسافة ثبتة ما بين كل نطاق والتاني ده اسمه تعدد الإرسال بتقسيم التردد طيب أنا هعمل إيه بقى؟ إن أنا عندي لما هشغل المحادثة دي لازم إن كل شخص هيكون ليه تردد معين هو دوت اللي هيقوم بعملية الإرسال خلاله تمام؟ ولازم راعي لما بنقل النطاقات دي إن ما يحصلش تداخل ما يحصلش إيه؟ تداخل بين النطاقات طيب عندي قبل ما ندخل على التقسيم الزمني طيب حد يقول كده إزاي بقى العملية دي بتحصل؟ يبقى إحنا عرفنا إن أنا عندي فيه خط ترسل واحد أهو فيه هنا تلات أربع أشخاص بيك إيه؟ بيتكلموا في محادثات تلفونية كل شخص طبعا بيتكلم من التلفون عنده فيه مايك دخل الإشارة دخل إيه؟ المايك ده دخل الإشارة بتاعته إيه اللي هيحصل؟ هياخذ الإشارة دي هتتنقل على خلال الكابلات طيب لازم لو ده ده نقل الإشارة بتاعته أو المحادثة بتاعته والتاني والتالت في نفس الوقت مش إحنا قلنا إن كلنا لنا تردد واحد اللي هو تردد المحادثات التلفونية كده هيحصل تداخل وإنت هنا في الاستقبال هتلاقي مش الرسالة للشخص ده بعتلك هي اللي إنت سمعها هتلاقي حاجات تانية خالص ناتج التلاتة واربع أشخاص اللي على نفس الخط طب إيه اللي هيحصل؟ لأ علشان أحل المشكلة دي أنا الشخص الأولاني هنا قال المحادثة بتاعته عن طريق المايك وبقت إشارة والشخص التاني نفس الحكاية والشخص التالت نفس الحكاية كل شخص من دول أنا هتديله تردد معين للمحادثة بتاعته يعني مثلا الشخص الأولاني هتديه خلي التردد بتاعه يتكلم فيه 100 كيلو هرتز الشخص التاني 104 كيلو هرتز الشخص التالت ويكون 108 كيلو هرتز يبنى اديت لكل متحدث أو كل شخص اديت وتردد معين هو دوت اللي هيتكلم فيه ابتدت الإشارة تتنقل تمام؟ نيجي عندي مرحلة الاستقبال إيه اللي هيحصل في مرحلة الاستقبال؟ عندي هنا هو ياخد بقى الجزء بتاع التردد الأولاني يبعته لوحده والتردد بتاع الشخص التاني المحادثة بتاعته تتبعت لوحدها والتردد التالت هيتبعت لإيه لوحده عن طريق مين اللي فصل بقى ما بين الترددات؟ عندي إيه البند باس فلتر هو اللي هيقسم البند باس إيه فلتر هيقسم التردد هيفصل ما بين الترددات بتاعت المتحدثين أنا عندي دلوقتي أول مرحلة التقسيم بالتردد تقسيم الإرسال بالإيه بالتردد؟ أنا عندي المحادثات بس كل محادثة هتاخد نطاق ترددي معين يتم نقلها على الخط بتاعنا أو خلال الأسلاح بعد كده في الاستقبال هيتم فصل كل تردد لوحده هيتم فصل كل تردد لوحده بعد كده التقسيم بالإرسال الزمن إزاي بعمل تقسيم زمني؟ أنا علشان أعمل تقسيم زمني بنقول إن إحنا ده تطوير لمرحلة تقسيم التردد علشان أبدأ أعمل نقل لصورة مرئية محادثات أو مكالمات تليفونية لدول العالم في مناطق بعيدة جدا فهحل الموضوع التقسيم التردد أعالجه أكتر وأوصل لمرحلة أفضل عن طريق تقسيم الزمني طيب التقسيم الزمني فكرتك إزاي؟ فكرته عن طريق إن أنا أبدأ أخذ نفس الحكاية لو عندي مجموعة محادثات خلاص؟ المحادثات دي كل واحد هيبتدي يقول الجزء الخاص بي أو المحادثة بتاعتي أنا هقسم الإشارة اللي جاية دي هاخد منها عينات أو هقسمها إلى مجموعة إيه؟ عينات والإشارة بتاعت الشخص التاني نفس الحكاية والشخص التالت نفس إيه؟ الحكاية طبعا إحنا ليه بنقول إشارة؟ ما قلناش الكلام لأن أنا عندي هو الشخص الأولاني ده تكلم في مايك المايك حول الإشارة دي إلى إشارة كهربية ونفس الحكاية بالنسبة للشخص التاني كلام اللي قاله في المايك تحول إشارة كهربية وهكذا لكل إيه؟ المجموعة هبدأ أخذ الإشارة هتبدأ نبتدي نقسمها نبتدي نقسمها عن طريق أخذ عينات على فترات متتابعة أخذ عينات على فترات إيه؟ متتابعة هاخد عينا مثلا من الشخص الأولاني مثلا الجزء اللي قاله في الأول مثلا حرف الهيه مثلا وهيتبعت على الفريم الأول نيجي على الشخص التاني خلاص اتكلم وقال حرف تاني اتبعت على الفريم التاني والشخص التالت الجزء اللي اتكلمه راح على الفريم الإيه؟ التالي يبقى الاولاني هيتبعت والتاني هيتبعت للشخص التاني والتالت هيتبعت للشخص الايه التالت في الاستقبال يرجع تاني ياخد من النفس الشخص الاولاني الجزء اللي بعده النطاق التاني او الفريم التاني الشخص اللي بعده ناخد الجزء التاني يبقى انا قسمت الاشارة قسمتها الى ايه مجموعة مجموعة فريمات الاولاني راح للشخص التاني راح للتاني والاولاني عند الشخص التالت برضو راح يبقى أنا عندي قديم الأفراد اهيه ده الإرسال الأول والتالي بعد كده ناخد عينة من الأول مرة تاني وتروح للأول والتاني والتالي العملية دي كلها بتتم بسرعة جدا العملية دي كلها هتتم بسرعة إيه جدا بحيث ان عندي فلاستقبال كل فرد هتروح له الإشارة الصوتية أو الإشارة الصوتية اللي جاي لو من نفس الشخص مش هيحصل هنا إيه مش هيحصل حالة تداخل يبقى انا عندي عملية التقسيم يئمة بالتردد يئمة بالتقسيم الزمن يتردد يتقسيم ايه زمن التردد ازاي قلنا ان احنا هتتنقل الاشارات كل المتحدث هنديله فريقونسي مختلفة عن الشخص التاني ومختلف عن الشخص الايه التالي لكني حاجزتله مكان كده يتكلم ايه في الواحد اما بالتقسيم الزمني بتعتمد على اخذ العينات اخذ العينات وكل عينات ايه على مسافات متسوية خلاص والمسافات المتسوية دي هاخدها بقى عينة من كل متحدث مش هاخد ده كله الاولاني كله وخلصه لا انا الاول اخد منه جزء وابعطه والتاني هاخد منه جزء وابعطه والتالت هاخد منه جزء وابعطه بعد كده ارجع للشخص الاولاني او الاشارة الاولانية مرة تاني اخد الجزء اللي بعدها وهكذا تمام بعد كده بتوصل للاستقبال طيب طبعا بقولنا بتكون مأخوزة بصفة دورية بتكون مأخوزة بصفة ايه دورية عندي هنا مثال الاول اذا اخذنا اشارة سمعية اشارة سمعية بتشغل النطاق التردد كام النطاق التردد اربعة كيلو هيرتز يبقى انا عندي فيه اشارة نطاقها اربعة كيلو خلاص اعلى تردد فيها كام اربعة كيلو طيب انا عندي انا هو تيبقى التي اس بكام التي اس هتطلع ازاي ياولاد هتطلع عن طريق ان انا هاخد النطاق التردد اللي هو ايه اللي عليه ده خلاص وهقول واحد على اتنين في النطاق اللي هو بعد يبقى واحد على اتنين في اربعة كيلو واحد على اتنين في اربعة كيلو هتطلع لي مية خمسة وعشرين ايه مايكرو سكند يبقى تي اس هتساوي 125 مايكرو سكند يبقى نقول تاني ازاي 125 دي ترد هشوف نطاق التردد بتاعي نطاق السمع للتشغيل نطاق ترد كام 4 كيلو يبقى هقول 1 على 2 في 4 كيلو يبقى 1 على 8 كيلو لما هقسم 1 على 8 كيلو هتطلع 125 مايكرو سكند تمام بعد كده لو انا عايزة القانون بتاعنا اهو لو الفس هتطلع اكبر من 2FM اكبر من 2FM الاف ام اللي هي احنا واخدنا في المسألة اللي هي 4 كيلو هرتز يبقى الاف ام اللي هي 4 كيلو هرتز الاف ام اللي هي تردد الاشارة السمعية وهو مديك في المثال تردد الاشارة السمعية 4 يبقى اف اس اكبر من او تساوي 2 في 4 كيلو يبقى هتساوي 8 كيلو تمام؟ يبقى دي سرعة التردد بتاع اخذ العينة يبقى سرعة او تردد اخذ العينة 2 في FA 2 في FM الاف ام هو مديهالي في المثال 4 يبقى 2 في 4 هتطلع 8 كيلو تمام؟ مثال 2 اذا اخذنا اشارة سمعية الاشارة دي نطاق التردد بتاعها 2 كيلو النطاق التردد كام؟ 2 كيلو اعلى تردد بها 2 كيلو هتطلع 25 مايكرو ساكند نيجي بعد كده الاف اس هتساوي ايه؟ الاف اس هتساوي اتنين في القيمة اللي هو مديهالي في المثال هو مديني كام؟ مسلا اتنين يبقى اتنين يبقى اتنين في اتنين يبقى الاف ام هو مديهالي في المثال يبقى انا كده عرفت اجيب الاف اس يبقى اتنين دي ثابت القانون دوقي ما ذاب الاف ام الاف ام هو مديهالي في المثال باتنين يبقى تنين في اتنين تنين في ايه?」 الاف اف اس تلعت كام؟ اكبر من او تساوي اربعة كيلو هرتز اربعة كيلو هرتز المساorthية دي واضحة بعد كده احنا قلنا ان انا هياخد عينات من الاشارة التماثلية ازاي انا يا قلدة هياخد عينا من الاشارة التماثلية اللي هيقوم بعملية اخذ العينات ده هتتم عن طريق مفتاح الكتروني هتتم عن طريق مفتاح الكتروني زي ما احنا شايفين هنا هو الاشارة بتاعة الدخل هتدخل الاشارة التماثلية هتدخل ما بين الطرفين دول هتتنقل هنا عند المفتاح ده هيبتدي يقفل ويفتح يقوم بالفتح والإيه والغلق ياخد جزء من الإشارة ويفصل ياخد جزء من الإشارة وإيه ويفصل فقسم الإشارة أو خدها بالشكل ده كإيه كعينات من الإشارة بصفة دورية بصفة دورية إحنا قلنا إن التي إس واحد على اتنين إف إم وحسبناها في المثالين اللي إيه اللي خدناهم طبعا الإف إم إحنا قلنا إنه هو أعلى تردد موجود في نطاق الإشارة أعلى تردد في نطاق إيه الإشارة الجزء بتاع الإشارة وأخذ العينات ده بنشوف دلوقتي أخذوا فكرة بعض البرامج عن طريق أخذ العينات زي لما مثلا بيقولك أنت لو بعدت الصورة بتاعتك كل مثلا أنت متصور صورة كل ثلاث سنين وليكن مثال يعني كل ثلاث سنين ممكن بعد خمسين سنة يورك الشكل النهائي يورك الشكل الإيه النهائي بعد خمسين سنة شكلك هيبقى إزاي طبعا بيكون بناء على إيه بناء على إن البرنامج خد كل التفاصيل المكررة في مجموعة السور ما ينفعش في البرنامج ده هو نفس فكرة التأسيم عندنا ما ينفعش في البرنامج ده أبعد صورة مثلا دلوقتي وأبعد صورة بعد ثلاثين سنة وأقوله بعد خمسين سنة هكون إزاي أكيد الناتج مش هيكون هو الإيه الناتج الصحيح يبقى أنا ببعثها بعد فترات متتالية أو متقربة فترات زمنية متساوية عشان كده يديني الناتج الإيه النهائي هيديني هنا الناتج النهائي بنقول إن أنا عندي عملية التعديل بقى بيتم فيها إيه يعني إيه تعديل التعديل معناه تحميل الإشارة خلاص عندي إشارة حملة وعندي إشارة محمولة يعني إيه حملة أنا هحمل عندي إشارة الحملة دي إشارة عالية التردد إشارة عالية الإيه التردد وعندي إشارة محمولة منخفضة التردد طب إحنا مش عارفين يعني إيه حملة ويعني إيه محمولة بص أولاد إشارة الصوت بتاعتي دي إشارة اسمها إشارة صوتية منخفضة التردد يعني أنا مهما اتكلمت أنا صوتي هيوصل في النطاق المحيط بيها ده مش معقول صوتي هيوصل مثلا لحد ساكن في المعادي ليه? عشان صوتي منخفض التردد مهما اتكلمت مهما قولنا ان الشخص ده صوته عالي الشخص ده صوته منخفض هو في النهاية كل البني ادميين صوتهم منخفضت منخفضت التردد أنا علشان صوتي منخفضت التردد هبدأ أبعد الكلام بتاعي دو أو أتكلم في التليفون إزاي بعمله عملية تحميل على إشارة حاملة الإشارة الحاملة دي إشارة عالية التردد يبقى المحمولة منخفلة اللي هي إشارة المعلومات أو إشارة الصوت طيب الحاملة دي إشارة هاي فريكوانس عالية لإيه التردد تمام؟ يبقى أنا لازم أعمل عملية التعديل علشان أبدأ أبعد الإشارة واللي في الجهة التانية أو الشخص المستقبل يقدر يستقبل سواء كان المحاكسة بتاعتي أو في جهاز التلفزيون أقدر أشوف الصورة وأسمع الصوت عندي طرق التعديل اللي إحنا هنقول عليها وهنقول يعني إيه تعديل طرق التعديل تلاتة تعديل التساعي تعديل ترددي تعديل في زاوية الوجه تعديل التساعي بنرموز لي بالرمز AM اللي هو Amplitude Modulation وتعديل الترددي FM Frequency Modulation تعديل زاوية الوجه Face Modulation يبقى يجي يقول لي أذكري طرق التعديل طرق التعديل التساعي ترددي تعديل في زاوية الوجه نركز يا أولاد في طرق التعديل لأن أنت عندك السنة إن شاء الله لما تبقى في الدبلوم إن شاء الله السنة الجاية هتدرس بالتفصيل التعديل ومهم جدا أن أنت تبقى فاهم عملية التعديل دي بتتم إزاي أولا تعديل الاتساع تعديل الاتساع إحنا قلنا رمزه AM بتعديل الاتساع رمزه AM يعني إيه تعديل الاتساع تعديل الاتساع معناه إن أنا بيتم تغيير اتساع الموجه الحاملة على حسب اتساع الموجه المحمولة يعني الموجه المحمولة بالشكل ده زي الموجه الجايبية أو هي موجه جايبية تمام طيب الحاملة الحاملة بيكون بشكل بالطريقة هتقوريها لكم على الجهاز دلوقتي هتقوريكم شكلها الاول ده عندنا هو ده ده هنا هو الموجة الصوتية المنخفضة التردد اللي في النص دي ده هي دي عند الاشارة الحاملة علية التردد المعدلة وهنشوف ازاي تمت عملية التعديل هنقول ازاي تم عملية تمام انا عندي تعديل الاتساعي تغيير اتساع الموجة الحاملة حسب تغيير اتساع الاشارة الايه المحمولة اللي هي منخفضة التردد طيب تعديل التردد نفس الحكاية تغيير بس انا في الاتساع قلت تغيير اتساع يبقى في التردد هقول تغيير تردد الموجة الحاملة هغير في تردد الموجة الايه الحاملة حسب اتساع الاشارة الايه الصوتية يبقى انا دايما بغير في الحاجة اللي هو سألني فيها قال لي تعديل ترددي يبقى انا هغير في التردد هغير في الايه في التردد بعد كده تعديل زاوية الوجه. تعديل زاوية الايه؟ الوجه. بيتم ايه في تعديل زاوية الوجه؟ هي تعغيير. احنا اتفعنا باخد جزء من السؤال وهو هو الاجابة. هو تغيير زاوية الوجه. اغير في زاوية الايه؟ الوجه. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للموجة الحاملة. هي الموجة الحاملة الكبيرة هي اللي بتتغير. بالنسبة للموجة لايه؟ الحاملة. حسب تغيير اتساع اشارة الصوت يبقى انا عندي دلوقتي قلنا يعني ايه تعديل في زوية الوجه يعني ايه تعديل التردد يعني ايه تعديل الاتساع هو تغيير في جزء في الاشارة الايه الحاملة يا اما هغير في الحاملة دي هغير اتساع هغير تردد هغير في زوية وجه طب هنغير في دول ايه علشان تتناسب مع اتساع الاشارة الصوتية علشان تتناسب مع اتساع الاشارة الصوتية دي انا هو دايرة تقططية لطريقة التعديل الاتساعي انا عندي الموديوليتر اللي هو المعدل المعدل دا داخله ايه يا ولادي المعدل دا داخله اشارتين مش هو هيقوم بعملية التعديل التعديل دا يبقى انا لازمني اشارة الصوت اللي منخفضت التردد اللي انا هبعتها تمام واحنا قلنا اشارة الصوت دي مش ممكن يتم ارسالها المسافات بعيدة علشان اتم ارسالها انا هحط لها كمان اشارة هي اللي تشيلها او تحملها الى مكان تاني يبقى الداخل عندي اتنين هنا اشارة الصوت وعندي هنا الاشارة اللي هتقوم بعملية الحامل الاشارة الحاملة الاشارة الحاملة يبقى المعدل دي داخلين داخل اشارة صوت وداخل الاشارة الحاملة داخل منخفض التردد ودخل عالي التردد هيدخلوا هنا هو هيتم عملية التعديل الناتج بقى هنا هو موجة معدلة الناتج هيكون موجة ايه موجة معدلة يبقى عرفنا ان هي لها دخلين خلاص دخل مخصص للحملة ودخل مخصص للمحمولة والخرج موجة مشكلة او معدلة طيب احنا قلنا ان تردد الموجة الحملة على التردد اللي هو نطاقه هاي فريكوانسي اتش اف اما الاشارة اللي هي المنخفضة التردد او الاشارة المسموعة اوديو ايه فريكوانسي اي اف اوديو فريكوانسي بعد كده قلنا التعديل الاتساع وعرفناه تعديل في اتساع الموجة الحملة ذات التردد العالي حسب تغيير اتساع الموجة المحمولة ذات التردد المنخفض تعريف التعديل الاتساعي او التردد ده مهم جدا ياولد لانه هو انت هتدرسه السنة دي والسنة الجاية ان شاء الله انا عندي احنا اتفقنا عندي شكل الاشارة انه هوت دي الموجة الحملة اللي هي عالية التردد تكون اعلى ترددها عالي جدا عن تردد الصوت علشان يقدر ياخد اشارة الصوت وينقلهال ويه الشكل اللي تحتها ده هو ده الاشارة الصوتية منخفضة التردد هنا عندي دي الاشارة بعد عملية التعديل هيكون بالشكل ده خلاص انا عندي هنا هوت ادي الاشارة اشارة الصوت اهي محمولة فوق اهي ودي الاشارة اللي حملتها الحاملة خلاص عندي هنا هوت هيكون فيه جهد اعلى جهد عندي اللي هو الفي ماكسموم من اعلى نقطة هنا هو لغاية هنا من اعلى نقطة بالموجة لأعلى نقطة بالايه بالسالب ده اسمه ايه من هنا لهنا اسمه في ماكسموم اقصى جهد اقصى جهد دوت بيكون ايه بيكون هو عبارة عن جهد الموجة الحملة زائد جهد الموجة المحمولة جهد الحملة زائد المحمولة تمام عندي الفي مينيموم اللي هو اقل جزء او اقل جهد بيكون جهد الفي سي اللي هو الموجة الحملة ناقص الموجة المحمولة انا عندي فوق انهو رمزنا ليه جهد الموجة الحملة بالفي سي وجهد الموجة المحمولة رمزنا لها بالفي ام رمزنا لها بقيا اولاد بالفي ام فهمنا الجزئية دي اذا كان جهد الموجة الحاملة عندي بس أنا عملت عملات ايه؟ مش أنا عندي في التعديل خطي الموجة الحاملة والموجة المحمولة هنا هو هاضربها فيrete restsين اوميجا سي هاضربها في صين اوميجا ا ايه? Pi تمام اوميجا سي اللي هي التردد الزاوي للحاملة طيب والفي ام بالنسبة للزمن هو هو الفي ام بس انا هضربه في صين ايه اوميجا ام بالنسبة للزمن اللي هي صين اوميجا ام تي عندي الموجة دي علشان تتم عملية التعديل انا بضربها في صين او كوزين هضربها في صين او ايه كوزين فاحنا بنضربها في التعديل الاتساعي صين والتردد دي بعد كده هنشوف هنضربها في ايه هنضربها في قوزين علشان تتم عملية التعديل يا ولادي تمام بعد كده بنقول الموجة المعدلة ليها غلاف علوي وليها غلاف سفلي اللي هو الجزء اللي كان في الاشارة من فوق اللي هو ده ده كده الجزء ده اسمه غلاف ايه علوي والجزء اللي زيه تحت اسمه غلاف سفلي يبقى انا عند الاشارة هيكون لها غلاف علوي وغلاف سفلي تمام انا عندي الموجة المعدلة غلافها العلوي العلاقة بتاعته او المعدلة بتاعته v maximum of t تساوي vc زائد vm sin omega mt وعندي فيه الغلاف السفلي نفس المعدلة بس الغلاف السفلي بيكون في النص في ايه في السالب يبقى انا هضيف لها اشارة سالبة ما ننساش يا ولادي علشان محدش ينسى الاشارة السالبة بتاعت الغلاف السفلي يبقى هي معادلة واحدة بس في الموجة بخليها الاشارة موجبة في السالب انا بحط اشارة سالبة اضربها في كل المعادلة عندي معامل التعديل بنربز لمعامل التعديل بالرمز m يبقى معامل التعديل اسمه m طيب الام بتساوي ايه الام هتساوي vm على vc vm على vc طيب ال vm اصلا بتساوي v maximum ناقص v minimum وال vc v maximum زائد v minimum معامل التعديل هنحفظه يا شباب بعد كده عندي لو انا عايز النسبة دي نسبة مقاوية لو انا عايزها نسبة مقاوية هعمل ايه نفس المعادلة بس هضرب في مية هضربها في ايه في مية يبقى انا كده جبت معامل التعديل والنسبة المقاوية لمعامل التعديل بنقول يا بقى يا ولاد ان انا عندي عملية التشكيل بينتج عنها نطاق ترددي احدهما fc زائد fm واخر fc ناقص fm يبقى انا عندي نطاق الترددي عندي انه هو fc زائد fm وواحد تاني fc ناقص fm تمام اللي هي نطاق العلوي ونطاق السفلي مركبة النطاق العلوي ومركبة السفلي ده عندي الشكل بتاعنا اللي هو بيمثل lower side band او upper side frequency تمام يبقى انا عندي النطاق العلوي والنطاق السفلي يمكن ارسال الاشارة عندي المشكلة او المعدلة ممكن ابعد النطاقين اللي هو النطاق العلوي والنطاق السفلي خلاص وممكن ابعد النطاق واحد يبقى ممكن ابعد علوي بس او سفلي بس وكمان وممكن ابعد احد النطاقين واخد جزء من النطاق التاني اخد جزء من النطاق الايه التاني يبقى انا عندي ممكن ارسال الاشارة المشكلة بالنطاق علوي وصفلي او ان انا ابعد نطاق علوي او نطاق سفلي لو احد النطاقين يعني وممكن ابعد جزء من النطاق العلوي مع الايه مع النطاق السفلي والعكس عندي هنا دايرة تخطيطية لمعدل الاي ام انا كل نوع تعديل هيبقى فيه دايرة تعديل ودايرة كشف يعني انا عندي تعديل تردد واتساعي وتعديل في زوية الوجه كل واحد من التلات طرق هيكون لدايرة معدل ودايرة كشف كل واحد لدايرة معدل ودايرة كشف طيب يعني ايه بقى دايرة الكشف دي مش احنا قلنا ان انا عندي الاشارة انا خلاص بعدتها اشارة كهربية عن طريق المايك الاشارة دي وصلت اشارة كهربية وتعدلت وتمام خالص وراحت الاستقبال الاستقبال هيحصل هو انت هتشوف او هتسمع اشارة كهربية ولا انت بتسمع صوت الصوت اللي انت هتسمع دا هو عملية الكشف نبدأ بقى نشير الحملة عن المحمولة خلاص الغرض من الموجة الحملة وصلت للاشارة بعد ما وصلت الاشارة خلاص افصل ما بين الحملة وما بين المحمولة علشان اخذ الصوت اللي انا عايز اسمع دا يلي التخطيطية لمعدل الام عندي هنا بتتكون من مزبزب معدل ومرشح مزبزب معدل مرشح اللي بيحصل انا عندي هنا هو المعدل قولنا ان ليه دخلين ادي الدخل الاولاني اللي هو دخل شوارية الصوت خلاص او دخل المعلومات بتاعت عند الدخل التاني الاشارة علي التردد اللي هتشل الصوت دا خلاص الاشارة علي التردد دي جاي من مزبزب المزبزب انتج لتردد والياجون قيمته هنا كام 100 كيلو هرتز يبقى المزبزب انتج تردد قيمته 100 كيلو هرتز دخل على المعدل واشارة الصوت دخلت على المعدل هيتم هنا في المعدل هيحصل? هيتم تعديل الاشارة. هيتم تعديل الايه? الاشارة. بعد كده تتنقل على الايه? المرشح. المرشح هيعمل ايه بقى؟ المرشح هيقوم بامرار. النطاق المطلوب. النطاق الجزء اللي انا عايزاه. انا عايزة اشارة الصوت. النطاق اللي انا عايزة ده. بس هو اللي ايه هو اللي يمر. تمام? يبقى انا عندي نول تاني. دا يريد معدل الام بتتكون من مذبذب معدل ومرشح المعدل لدخلين دخل الاوديو او الصوت ودخل المذبذب المذبذب اللي هو هيديني اشارة عالية التردد اللي هي الحاملة وعندي الدخل التاني المحمولة اللي هي اشارة الصوت مخافض التردد يتنقل بعد كده بعد عملية التعديل الى المرشح المرشح هيعمل ايه مرشح هيمرر اللي انا عايزة فلتر هيمرر الجزء اللي انا ايه عايزة النتاق المرغوب بعد كده انا هوت عندنا اه مثال احنا عندنا انا هوت مية وتلاتة واربعة من عشرة هنشيل منها المية والتلاتة خلاص هيدينا التلاتة واحد من عشرة كيلو ده في حالة اني انا عندي المرشح هيمرر لايه كده انا هوت المرشح هيمرر النتاق العلوي احنا خدنا في تصميم المرشحات ازاي المرشح يمرر الجزء الخاص بتردد عالي او تردد منقفض او يمرر نتاق ترددي معين او يمنع امرار تردد معين هنا دايرة كشف الموجات المشكلة التساعيا انا عندي احنا اتفقنا ان الاشارة هتتعدل ولازم بعد عملية التعديل اعمل فصل كلمة كشف هي فصل تمام هنا هو الاشارة هتتنقل اهي الاشارة دخلت من طريق المحول خلاص اتنقلت من المحول هنترقل حس طبعا المتبادل ما بينهم من الملف اللي ابتدائي للسنوة هتتنقل على الموحد دي واحد الموحد ده هيمرر ايه هيمرر لنص الاشارة بس تمام هتتنقل لنص الاشارة عندي عن طريقنا المكاسف والمقاومة والمكاسف ده عندي المكاسف والمقاومة المكاسف والمقاومة دولت اسمهم ايه ولاد اسمهم مرشح او فلتر اسمهم ايه مرشح او فلتر اشارة التردد المنخافضة عندي او التردد العلي لما تمر اعرف منين هنا هوت هي هتمر تردد عالي ولا منخافض طبعا اعرفها عن طريق نوع المرشح او نوع الفلتر ده هنا المقاومة R19 دي بتعمل ايه انا المقاومة عندي ما عنداش مشكلة بتمرر اي تردد داخلها من اللي هيتحكم اللي هيتحكم عندي المكاسف ده المكاسف هنا هو لو انا عندي تردد منخفض هيحصل ايه مش هيمرره هنا انما هيخرجهولي برا لان احنا قلنا قبل كده في الطرق الفلاتر ان انا عندي المكاسف ده مش هيمرر التردد المنخفض معنى كده ان التردد المنخفض تلاقي هنا ايه مكان مفتوح يبقى هيمرر للخارج يبقى انا عندي فعلا وده الغرض انا عايزة اشارة الصوت هي اللي تمر الاشارة المنخفضة دي خلاص ما انا عدلتها وتلعتلي عشان اسمعها بنفس ايه المعلومات بعد كده نتنقل عندي ان هو المكاسف اللي هو عندي سي واحد وعشرين اللي هيمنع مركبة الطيارة المستمر من المرور تمام بعد كده يتنقل ليه المقاومة اللي هي اخر مقاومة اللي هي بتعمل دبط في اشارة الصوت تمام يبقى انا عندي هنا هو اشارة دخلت من المحول للموحد هيمررها هيمرر الجزء منها يتنقل للمقاومة ار تسعتاشر والمكاسف دولة مرشح امرار تردد منخفض مش هياخد ده كله هياخد التردد منخفض حامل الصوت بس وينقلهولي على المكاسف والمقاومة للايه للخارج المكاسف هنا هو تهيمنع مركبة الطيارة المستمر والمقاومة هتقوم بضبط اشارة الصوت الغرض النهائي احصل على اشارة المعلومات الصوت بتاعتي زي ما هي ما يبقاش فيها اي تغيير ولا خلاص يا تعدلت والموضوع ايه بالنسبة لنا انتهي خلاص يا رد يبقى انا عندي كده هو دايرة الكاشف يعني ايه كاشف الكاشف بيقوم بفصل الموجة الحملة عن المحمولة وليه موجة حملة وليه موجة محمولة ما بعدتش اشارة الصوت على طول علشان لما يجيلي فعل اقدر اجواب على السؤال دا ليه ما بيتمش ارسال اشارة الصوت بدون تعديل الإجابة لأن إشارة الصوت هي إشارة منخفضة التردد لا يمكن إرسالها إلى مسافات بعيدة مين اللي هيقوم بحاملها؟ الموجة الحاملة الموجة الحاملة دي إيه؟ موجة حاملة عالية التردد موجة حاملة عالية إيه؟ التردد خلاص يا أولاد عرفنا الدائرة بتاعة المعدل المعدل ليه كم دخل؟ المعدل ليه دخلين؟ وهم الدخلين إشارة صوت أيوان مخفضة التردد وإشارة حاملة عالية التردد يتم عملية التعديل وتتنقل إلى الإيه؟ المرشح عندي نطاق الإرسال بيكون لار سايد باند وأبر سايد باند النطاقين دول أنا ممكن أرسل النطاقين أو أرسل إحدى النطاقات العلوي بس أو الصفلي بس أو أرسل نطاق مع جزء من النطاق الآخر أرسل نطاق مع جزء من النطاق الآخر ويعرفنا إزاي بقوم بعملية التعديل اللي هو معامل التعديل أحسبه إزاي؟ M بيساوي VM على VC هيساوي V maximum ناقص V minimum على مجموعهم V maximum زائد V minimum لو احتاج تحسب نسبة مقوية بضرب في 100 بضربهم في إيه؟ في 100 تمام؟ نبقى إحنا كده عرفنا يعني إيه تعديل اتساعي مهم جدا إن أنا أعرف التعديل الاتساعي فايدته إيه؟ علشان إحنا ده الجزء ده هناخده في سنة ثالثة وده اللي هتعتمد عليه إن شاء الله لما تدخل كلية هتدرسه كتير تمام؟ إحنا النهاردة اتكلمنا عن المسويات وعرفنا إيه هي المسويات وأهميتها وإزاي بيتم عملية التعديل وإيه هي طرق التعديل وقتنا نخلص معاكم بسرعة